لقد كان لدي التزام لا يهز بوجود دولة إسرائيل وبأمنها وبالشعب الإسرائيلي لقد قلت في أكثر من مرة أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها وكيفية فعل ذلك هو أمر مهم حماسي عبارة عن تنظيم إرهابي وحشي وفي السابع من أكتوبر قامت حماس بالتسبب في هذه الحرب التي أودت بحياته ألف ومائتين شخص بما في ذلك أربعا وأربعين شخصا وقامت بارتكاب أعمال عنف جنسية مروعة وقامت باختطاف مائتين وخمسين رهينة هناك بعض المواطنين الأمريكيين الرهائن في غزة سعدي ديكو هينغ هيرش غوبرغ هونغ إيدان أليكزاندر كيث سيغو أومير نوترا وبقية المواطنين الأمريكيين جولي وايسين غاة هاكاي وإيتي هينغ لا يزال رهائن في غزة لقد اجتمعت مع أسر هؤلاء الرهائن الأمريكيين في عدة مرات وأبلغتهم في كل مرة بأنهم ليسوا لوحدهم وأنني أقف إلى جانبهم والرئيس بايدن وأنا نعمل على هذا الأمر يوميا من أجل إعادتهم إلى موطنهم وكذلك عبرت لرئيس الوزراء عن مخاوفي الشديدة بشأن مستوى المعاناة الإنسانية بالإضافة إلى موت أعداد كبير من الأبرياء المدنيين وكذلك عبرت عن مخاوفي الشديدة بشأن الأوضاع الإنسانية المروعة هناك إذ أن هناك ما يصل إلى 2 مليون شخص يعانون من عدام الأمن الغذائي ونصف مليون شخص يعانون من مستويات مروعة من عدام الأمن الغذائي الحد ما الذي حدث في غزة على مر الأشهر التسعة الماضية يعد أمرا فضيعا لأن صور الأطفال القتلى والناس الجائعة الذين يفرون إلى بر الأمان وبعضهم قد نزح للمرة الثالثة أو الرابعة لا يمكننا أن نشيح بوجهنا في مواجهة تلك المأساة أو أن نكون صامتين ولا نشعر بتلك المعاناة بفضل قيادة رئيسنا جو بايدن هناك اتفاق على الطاولة من أجل وقف إطلاق النار وأطلاق سراح الرهائن ولا بد لنا أن نذكر بما الذي يشمله ذلك الأتفاق المرحلة الأولى من هذا الأتفاق سوف يفضي إلى وقف لإطلاق النار بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية في المرحلة الثانية القوات العسكرية سوف تنسحب من غزة بصورة كلية ومما سوف يفضي إلى إطلاق سراح الرهائن بالكامل لقد حان الوقت لهذه الحرب لتضع أوزارها ولتشعر أم إسرائيل بالأمن وأطلاق سراح الرهائن وانتهاء معاناة الفلسطينيين في غزة والشعب الفلسطيني يمكنه أن يمارس حقه بالحرية والكرامة وتقرير المصير لقد كانت هناك بعض التحركات التي تبعت على الأمل بشأن التوصل لهذا الاتفاق وكما أبلغت رئيس الوزراء نتنياو لقد حان الوقت لإتمام هذه الصفقة لذا إلى كافة هؤلاء الذين كانوا يطالبون بوقف لإطلاق النار ولكل شخص كان يصرخ عاليا من أجل تحقيق السلم أسمعكم فلننجز هذه الصفقة بحيث يمكننا التوصل لوقف لإطلاق النار دعونا نعيد هؤلاء الأسرة إلى موطنهم ونقدم المعونات التي يطلبها الشعب الفلسطيني بصورة ماسة وسوف أبقى ملتزمة بمسار يفضي إلى حل الدولتين أعلم في الفترة الحالية أنه من الصعب تصور هذا الجانب لكن حل الدولتين قد يكون هو المسار الوحيد الذي يضمن أن إسرائيل سوف تبقى دولة يهودية ديمقراطية وكذلك يضمن أن الفلسطينيين سوف يدركون أن الحرية والازدهار والأمل هي أمور يستحقونها وأنا من هذا المنبر أقول أنه من المهم للشعب الأمريكي أن يتذكر أن الحرب في غزة هي ليست مسألة كانت يمكن قبولها وعندما تكون الحقائق على هذا النحو فإنني أطلب من الشعب الأمريكي أن يشجع على الجهود التي تؤدي إلى إدراك تاريخي ودقائق تلك المنطقة دعونا كلنا ندين العنق دعونا نفعل كل ما نستطيع من أجل أن نحول دون وقوع المزيد من المعاناة للمدنيين دعونا ندين أيضا معادات السامية ومعادات الإسلام والكرهية بأي شكل من الأشكال ودعونا نعمل لنوحد بلادنا شكرا جزيلا